بسم الله الرحمن الرحيم مثال الخامسة من عاق الحياة إذا كان طول كل ذراع من أدراك الرجوحة في الشكل مجاور 84 قدر وارتفاع محور الدوران 97 قدر فأوجد ارتفاع الكلي نهاية الذراع الأصفل للون عندما يدور كما هو موضح في الشكل طيب المطلوب يجاد ال Y ونجمعها مع ال 97 ونوجد الطول الكلي طيب هنا عندنا هذه الزاوية سالب 200 طيب عندنا ال Y وعندنا ال 84 هذا يشكل مثلث المطلوب نوجد الزاوية اللي هنا هنا سالب 200 إذا نوجد الزاوية الموجبة لسالب 200 إذا نقول سالب 200 زائد 360 يساوي 160 إذا من هنا إلى هنا 160 طيب بقيلنا الزاوية هذه اللي هي الزاوية المرجعية إذا الزاوية المرجعية تساوي بمعنى 160 بالربع الثاني إذا نقول 180 ناقص 160 هذا يساوي 20 الزاوية المرجعية الزاوية المرجعية تساوي 20 الآن عند المثلث قائمة الزاوية هنا ال Y المطلوب وهنا ال R وهنا ال وتر وهنا الزاوية طيب ما هي الدالة المثلثية التي تجمع ال Y مع ال R طبعاً و الزاوية المرجعية تساوي y في 1 يساوي y 84 في sine 20 نقول 84 sine 20 بالحاسبة يساوي إذن y بالتقريب يساوي 28.7 قدم طيب المطلوب هنا الارتفاع الكلي وجدنا y نجمعها مع 97 إذن نقول 28.7 زائد 97 وهذا يساوي 125.7 قدم إذن الارتفاع الكلي لنهاية الذراع الأصفر 125.7 قدم